التحليل وكنا مراكزين مع الفين وستة صمرة النجاح بنشوفها مع لعيب النادي الاهلي الجماهير بدأت تعرف دلوقتي أسماء اللاعبين في فريق الفين وستة شوف الكابتن محمد وهبا بيضم تم اللاعبين من النادي الاهلي اللاعبين بيحقوا بطولة شمال أفريقيا كمان يعني استاد الأشبال يعني أتى بالثمار زملون طبعا في البداية الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير ومجلس إدارته دوري الجمهورية موريد الفين وستة وإن شاء الله دي يكون بداية كده يوم الاتنين إن شاء الله يكون الفرحة الصغيرة والفرحة الشبيرة بإذن الله يوم الاتنين خلينا أقول لحدك بعض النقاط كده سريعاً على فريق الفين وستة من وجهة نظري ده أحسن فريق فقطع الناشئين هذا الموسم في النادي الاهلي فريق الفين وستة لكذا سبب أول سبب حصلوا على لقب دور الجمهورية هتقول لي في دوري الشباب مش مهم أننا نحصل على اللقب أقول لك لا بالنسبة للنادي الاهلي أهم حاجة عندي دايمن أن أنا أكون رقم واحد. بغض النظر بقى عن إيه؟ لازم لازم أن أنا أحصل على البطولة. ده أول سبب. السبب الثاني فرقة مسجلة 81 هدف على مدار الموسم. وده رقم قياسي. يحسب للعيبة ويحسب للجهاز الفني. رقم كبير جدا. 81 هدف 31 ماتش. رقم كبير يعني. الحاجة التالتة أنا على مستوى قطاع النشئين بشوف فرقة بتلعب بطريقة لعب واحدة. لا. النهاردة كابتن سامر عبد الرحمن حتى في مجرات النهاردة بدأ بطريقته بيلعب 4-3-2-1. الشوت الثاني حولها 4-4-2. مباراة الزمالك في آخر 10 دقائق. لعبنا بتلات مدافعين. ففي تنوى أمرونة اكتكازة ما حضراتكم تفضلتوا وقلتوا أن فيه خطط لعب كتير. اللعب بيستفاد منها من صغره. بيتعود على كذا طريقة لعب. الحاجة الرابعة من وجهة نظري. تاكتك الدربات الروكنية. اللي احنا شفناها على مدار الموسم والدربات السابتة. إن اللعيبة في السن ده موليد منتخب الشباب بيتحفزوا ضربات روكنية وبيتحفزوا ضربات سابتة من صغرهم. دي حاجة تحترم. الحاجة الخامسة من وجهة نظري. إن فيه تطوير مستويات لعبين. سواء حسام عادل اللي كان في البداية ده قبل السنة دي كان مدافع. السنة دي بقى مهاجم وبنشوفه هدف الدوري. جاي بالسنة دي 19 هدف. دي حاجة مهمة. فيه تطوير لمستويات لعب كتير جدا. الحاجة الستة. طيب أسيبك تقول الحاجة الستة يا دكتور. وعايز أروح لملعب المباراة مع زميلنا محمد توفيه. ومعه لقاء مهم جدا. مع كابتن علاء نبير. رئيس قطاع النشيف نادي زد. والكابتن خالد بيبو. تحياتي لك يا توفيه. وتحيات كابتن حشيش والدكتور أحمد سابت. طيب. لسه مش جايز طيب. أول ما يجز. كنت حاجةك وتتفضل يا دكتور. الحاجة الستة كمان. المميزات بتاعة الكطاع. إن فيه تنوع كمان في الهدفين. أكتر من لعب مسجل أهداف كتير. يعني حسام عادل مسجل 19 هدف. إبراهيم عادل مسجل 13 هدف. عمر سيد معوض مسجل 13 هدف. عمر وليد 11 هدف. ففيه تنوع. أنت عندك مصادر للتهديف كتيرة. الحاجة السابعة النقطة السابعة كمان. إن الفرقة دي فيها تمن لعيبة في منتخب الشباب. ده مش موجود في ولا فرقة على مستوى الجمهورية. فرقة كويسة جدا. تمن لعيبة في فرقة في منتخب الشباب. يعني عمر كامل. أحمد عبدين. إبراهيم عادل. حسام عادل. عمر وليد. عمر سيد معوض. هشام مصطفى. يوسف إسلام. الحاجة التامنة كمان إن إحنا بنشوف جواكر. أريد أن أقول الحاجة. مش عارف التامنة أو التاسعر اللي مغات متخططة. ما شاء الله عادل في جبان. ما شاء الله. جبان كبيرة. في جواكر. يعني شوفنا مثلا إبراهيم عادل بدء المتش. العيب ارتكاز المساند. بعد كده تحول ليه مهاجم. وإحنا بنتفرج لأينا 4-4-2. بعد كده رجع تاني ارتكاز. بنشوف حتى الباكرايت النهاردة. عمر زكريا كان عامل ماتش هاي. اللاعب باكرايت. في الشوت التاني تحول باكليفت. ففي المدرب بصراحة كابتن سامر عبد الرحمن ليه بصمة. وجهة نظر إنه هو عامل موسم ممتاز. ممتاز اللي بيحصل ده. اللي احنا بنشوفه ده بنشوف فريق كبار. انت بتيجي بتتمتع بالمباراة اللي احنا بنحللها هنا. من كتر المرونة التكتكيال اللي بنشوفها والتغييرات. وطريقة اللعب والأخطاء والأهداف. وحتى 81 هدف في موسم. رقم كبير كل ماتش فيه أهداف. فبصراحة فريق 2006 تستحق التحية. بس المهم التطوير بقى. إن أنا حافظ على ده. واشوف إليه نقصني وكمله. هنسمع التطوير مع كابتن.